أول من ضميت للنادي الأهلي لعبت على طول خدت مباريات على طول ولا يعني كان في صبر شوية أنا لعبت لعبت مقوية ضد بينفيكا الشوت التاني ولعبت الحمد لله ماتشاط مازم ماتشاط وشاركت في الدوري وشاركت في بطولة أفريكيا وخدت بطولة أفريكيا والدوري والحمد لله الأمور يعني كانت بالنسبة لي كانت كويسة بس أنا كنت مستعجل على اللعب شوية مانا ليه بقى بسألك ده لأنه يعني الصفاقات الجديدة اللي جات للنادي الأهلي على طول مستر موسيماني بيدفع باللعيب على طول في مباريات مهمة والحقيقة شايفين أداء كبير من كل اللعيبة في النادي الأهلي فكنت عايزة أسألك على قد ايه الضغط النفسي بيكون لما بتلعب باسم فانيلة أو تي شيرت النادي الأهلي طبعا أنت يعني اللعب في النادي الأهلي مختلف عن اللعب في الأندية التانية دايما النادي الأهلي بفكرش غيري أنا أكسب بس فطبعا طول الوقت أنا اللعيب اللي بيجي النادي الأهلي محتوط على الضغط عايز يكسب عايز يهاجم على طول فطبعا محتاج أنه هو يبزل مجهود مضعف عن الفرقة يعني والتر بوالية في الجونة يعني الفترة اللي هو شوفت له ثلاث مرشات مع النادي الأهلي لو في الجونة كان ممكن يجيب خمس ست جونة اللي هو في الطبيعي إيه تفسيرك بقى؟ طبعا العيب مستعجل عايز يجيب يعني المهاجم نفسه ببقى مستعجل عايز يجيب جونة طول ما هو مستعجل ممكن ما يجيبش صعب إن هو يجيب جونة بسهولة عايز يجيب جونة بسرعة مستعجلي يسبت نفسه وقولي النس اللي أنا أن أنا موجود بس إن المشكلة عند وولتر بوالية مثلا في الاستعجال بس هو مستعجل شوية إن هو عايز يقدم نفسه اللي هو لعيب كبير يعني لو مش لعيب كبير إنه اللي مش هتعقد معاه طبعا في ظل إن كان شريف ما شاء الله كان من هدفيني الدوري وماشي بشكل كويس قوي فهو يعني شريف والسنة اللي فاتت كانوا تاني هدفت دوري فهو مستعجل بس شوية على الجون بس إن شاء الله إيه نصحتك لي أو شايف إزاي ممكن يتعامل فترة اللي جاية بس أنا مكنش نفسي مستر مسلماني يبدأه بسرعة يعني اللي عيبه في دخله بس واحدة واحدة في الأجواء هو أداله بسرعة واستعجل عليه لأن طبعا النادي له كان محتاج الحتة دي رح ينكس العالم للأمدية فمحتاج برضو إن الناس كلها تخش بشكل كويس والناس كلها تبقى جاهزة فده بالنسبة له زي ما قالت الحضرك من فترة كبيرة من سراتين تلاتة إحنا ما شفناش النادي الأهلي بالكوة دي الدكة والأساسي فدي طبعا دي اللي كان بيمازل الآن نادي الأهلي زمان جيلة بوتريكة وبركاته إن كانت دكة عندك دكة جمدة جدا فلو حد غاب من المجموعة الأساسية ما فيش فرق بين اللي بيلعب على طول ما فيش مشكلة سهر الأهلي وتلاقيه تمام جدا والثقة عنده عالية جدا شخصية بقى هنا الشخصية الشخصية العيب بالنسبة له هو دي اللي بتتحدد يعني بتحدد مستقبله إن أنا ما بروح نادي كبير هتحمل الضغطات ولا لأ هتحمل كمية طبعا غير الجونة جونة الناس بنشوف الجونة فرقة كويسة وفرقة دلوقتي ماشي كويس في الدوري بس طبعا مش النادي الأهلي الناس بالضغط وحجم الجمهور اللي هو مستني اللي أنت تقدم ورقة انتمادك بسرعة